عقيدة السلوس وحدة من أهم أركان الإيمان المسيحي عن من هو الله تكلمنا أن العقيدة دي تفريدة في نوعها لأنها بتصف الله الكامل اللانهائي الجامع المفرد والذي لا يقبل القسمة وأن ده هو المعنى العلمي الوحيد هو التفسير الوحيد للخليقة بوحدتها وتنوعها هو الكمال الذي الخلق لم يضيف إليه شيئا فهذه العلاقة وهذا الحب موجود في ذاته من قبل الخلق يجي سؤال بقى يتسئل ليه ثلاثة؟ ليه مش أربعة؟ ليه مش خمسة؟ ليه مش ستة؟ خلي بها لك من الإجابة اللي هجاوبها ممكن تخضك مين قال إنهم ثلاثة؟ ما لنناش ولا آية في الأصول القديمة بتقول إنه ثلاثة إحنا حتى بنقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين فبنقولش ثلاثة حتى في قانون الإيمان نؤمن بإله واحد آب ضابط القل وبالابن الوحيد نور من نور إله حق من إله حق وبالروح القدس الروح المحي ما قلناش بتلاثة؟ خلي بالكو من الفكرة ديت إحنا مش بكلم عن عدد إحنا بنتكلم عن تنوع وليس عددا طب ليه الكلام آب وإبن وروح القدس كأنهم ثلاثة كأنهم ثلاثة إحنا مش بكلم عن ثلاثة ما عندينش آية بتقول ثلاثة لأن ده أبسط صورة للجمع فحنا بتكلم عن جمع مفرد لو كأنهم اتنين أو مخي حيجيبهم اتنين يبقى مسنة فأبسط صورة للجمع هو ثكرة الثلاثة لك أنا مش بتكلم عن ثلاثة لأني أنا بتكلم عن تنوع لا نهائي في الذات الإلهية يبدو في صورة الأبوة فالآب يعبر عن أبوة الله للخليق والابن بتكلم عن العلاقة والحب في الذات الإلهية والروح بتكلم عن طبيعة الله الروح فاحنا بنتكلم عن تميز واضح وصريح دون امتزاج ودون انقسام ما بنتكلمش عن رقب لأن داخل الملا نهاية ما ينفعش نتكلم عن أرقام لكن الصورة من برة ليه بالمنظر ده لأن تعبير عن الجمع لأن اتفقنا أن الله جمع مفرد ودي الملا نهاية أتمنى تكون فهمتني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر